حالة من عدم الاستقلال الجوي تؤثر على المملكة يوم الثلاثاء والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير تتأثر المملكة يوم الثلاثاء تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تلاقي امتداد لمنخفض جوي سطحي من المملكة العربية السعودية يسمى هذا المنخفض بمنخفض البحر الأحمر وأيضا مع كتلة هوائية في طبقات الجو العليا بحيث تتهيأ الفرصة مع ساعات الصباح لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق متفرقة من جنوب المملكة ربما تكون غزيرة كما وطهت الزخات رعدية على مدينة العقبة خاصة مع ساعات الصباح ومع ساعات النهار يكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وطهت الزخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في مناطق عشوائية من جنوب وشرق المملكة كما تمتد الأمطار لأجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة وتكون بعض هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية وبخاصة في المناطق الصحراوية مما يتسبب في جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول كما وتصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح أحيانا أما ليلا فيكون الطقس باردا في مختلف المناطق وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخاتنا الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة وخاصة في البادية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب تمتم في أمان الله شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر